بعد ايام من الهدوء الحذر في ضاحية بيروت الجنوبية عادت اسرائيل وضربت في الضاحية من جديد الجيش الاسرائيلي شن سلسلة غارات جوية عنيفة على منطقة الغبير وحارة حريك بالضاحية بعد ان اصدر عددا من اوامر الاخلاء بزعم وجود منشآت تابعة لحزب الله تطور ادى لحركة نزوح كبيرة من تلك المناطق كما زعم الجيش الاسرائيلي تدمير منصة الاطلاق التي تم اطلاق الصواريخ منها باتجاه خليج حيفة معلنا مواصلة الفرقتين واحد وتسعين ومئة وستة واربعين العمل في جنوب لبنان وتدمير بنا تحتية عسكرية اخرى وبحسب ما اعلنته وزارة الصحة اللبنانية اسفرت الغارة الاسرائيلية عن استشهاد عشرة الاشخاص بالاضافة الى ستة افراد من العاملين في المجال الطبي الوضع في بلدات الجنوب اللبناني لم يكن اقل سخونة فحزب الله اعلنت تصدي لمحاولات تقدم للجيش الاسرائيلي عند اكثر من محور بالجنوب في وقت اكد فيه ان خطوط الامداد نحو الجبهة ومحاور الاشتباك لم تنقطع منذ بدء العدوى الاسرائيلي على لبنان فيما استهدف حزب الله بالصواريخ منطقة المطلة وضواحي حيفة شمالية اسرائيل ما اسفر عن مقتل سبعة اشخاص بينما اعلن الجيش الاسرائيل اعتراض عدة هجمات بالمسيرات منها اثنتان فوق ايلات على البحر الاحمر واخرى كانت قادمة من الجهة الشرقية كما اعلن ايضا اعتراض مسيرة فوق الجولان السوري المحتل واخرى في الجليل الاوسط اطلقت من لبنان ودوت صافرات الانذار في عدة مناطق في انحاء اسرائيل خشية من تسلل مسيرات اخرى تطورات تشيب ان المعركة لا تزال على اشدها رغم الحديث عن محاولات امريكية وغربية لانهاء القتال في لبنان